ما حكم أكل المال العام؟ بالنسبة للمال العام معناه المال المشترك بين المسلمين وسكان البلد سواء من كان منهم مسلماً وغير مسلم وهذا المال العام المشترك أكله من غير وجهه وحله من أكبر الكبائر وهو الغلول الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً أعظم من شأنه فقال ألا لا ألبينا أحدكم يتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا محمد أغذني ولست له بمغيث ألا لا ألبينا أحدكم يتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار يقول يا محمد أغذني ولست له بمغيث قال ألا ألبينا أحدكم يتي يوم القيامة وعلى رقبته شات تيعر يقول يا محمد أغذني ولست له بمغيث ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته فرسلها حمحمة يقول يا محمد أغذني ولست له بمغيث ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تلوح يقول يا محمد أغذني ولست له بمغيث ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته صامت يقول يا محمد أغذني ولست له بمغيث والله سبحانه وتعالى يقول وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وهذا تهديد عظيم وإذا كان هذا ممنوعا في حق الأنبياء فإن باب أولى من سواهم فلذلك على كل من يسمع أن يتق الله سبحانه وتعالى في المال العام وأن لا يأخذوا منه أي شيء وأن يعلموا أن خصومهم فيه يوم القيامة وهم كل المستحقين له من من ولد ومن لم يولد ومن اليتامى والأرامل والمرضى والمحتاجين وغيرهم ولذلك انظروا إلى سيرة الخلفاء الراشدين المهديين فإن أبا بكر رضي الله عنه عندما تولى خلافة المسلمين مكث سنة لم يتلقى أي راتب من بيت المال فنفذت تجارته وكان رجلا تاجرا من عهد الشاهلية فجمع المهاجرين والأصار في المسجد فقال إنكم شغلتموني بأمركم عن تجارتي فلو أعطيتموني معاشا من بيت مالكم فقدروا له معاشا قليلا فرضي به أبو بكر الصديق سنة وأشهرا حتى توفاه الله فلما تولى عمر الخلافة لم يزد على ما كان أبو بكر يأخذه فأخذ ذلك الراتب الذي كان مخصصا لأبي بكر ولم يزد عليه فمكث بالخلافة عشر سنين وأشهرا فلما طعن دعا ولده عبد الله وقال إني قد كتبت كل شيء إن كنت أخذته من بيت المال أي هذا الراتب الذي كان يأخذه مدة عشر سنوات وأشهر كان يكتبه جميعا يرى أنه قرض من بيت مال المسلمين وذلك أنه يخاف أن لا يكون أدى للمسلمين ما كان يؤدي إليهم أبو بكر الصديق ويخاف أن يكون قد فرط أو قصر فالناس إنما أعطوا هذا الراتب لأبي بكر فمن قام بنفس العمل الذي قام به أبو بكر استحق هذا الراتب ومن لم يقوم به لم يستحقه فقال فأنظر إلى مالي فأدي منه ذلك إلى بيت المال فإن لم تهد ففي أموالكم يا آل عمر فإن لم تهد ففي أموال بني عدي بن كعب فإن لم تهد ففي أحياء قريش فلا أن يكونوا خصما لي والقيامة أحب إلي من أن يخاصب للناس ولما تولى عثمان الخلافة كان من أغنى الصحابة ومن أغنى المهاجرين فقال أيها الناس إن ما لكم رد عليكم ولن أخذ منه دينارا ولا درهما وقد أغناني الله عنه فلم يأخذ منه شيئا مدة خلافته وهي قريب من ثنتين عشرة سنة ثم بعد ذلك تولى الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يأخذ راتبه الذي كان يأخذه من بيت المال من أيام عمر وعثمان ولم يزد عليه شيئا بسبب الخلافة وكان في كل ما اجتمع مال في بيت المال يدعو عدلين من كبار الصحابة فيجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ويشهدهما على كل إنسان أنه أخذ نصيبه من بيت المال حتى إذا لم يبقى في بيت المال شيء توضأ ونضح فيه من بقية وضوئه وقمه بردائه وصلى فيه ركعتين هكذا الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون فعلى كل من ولي شيئا من أمر المسلمين أن يقتدي بهم فهم الإسوة الصالحة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد ترجمة نانسي قنقر